أستاذ حمزة انتخابات مصرية كما وصفتها بكل الأبعاد التي ذكرتها وأنت المطلع على الخفايا في تركيا شو اللي وصل الدكتور أحمد داود أغلو إلى هذه المرحلة هو الذي استقال بمؤتمره الصحفي الشهير قال لك أنا أختار بين المنصب وبين الوفاء فأختار الوفاء وأستقيل كان في علاقة وطيدة تجمعه بالرئيس أردوغان شوف لوان وصل شو السر ليش يعني أنا لا أريد أن أدخل كثيرا بهذه القضية هذا الأمر يعود له بالدرجة الأولى الأمر الثاني ربما يكون اغتر في مكان ما بمنصب ما وربما وعد بشيء ما من طرف ما وبالتالي طرف داخلي أو خارجي داخلي وخارجي بطبيعة الحال في نهاية المطاف هو يحاول ويستميت هو وعلي بابجان ولكن كل الأرقام كل الأرض يؤكد أنه لا يتجاوز الواحد بالمئة لا يتجاوزان الواحد بالمئة معا وبالتالي لا قيمة لهما على الإطلاق وجودهما على الطاولة السوداسية هو فقط للمناكفة مع حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي انتحر سياسيا أحمد داود أغلو؟ بطبيعة الحال ما فعله انتحار سياسي بكل تأكيد انتحار سياسي هو وعلي بابجان وبطبيعة الحال اليوم حزب السعادة في أدنى مستوياته الشعبية على الصعيد التركي يأدنى على المستويات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة